نعم دقت الساعة ونحن في انتظار الانتخابات الرئاسية المصرية أقل من 48 ساعة ولكن السؤال اللي أنا عايزة أتكلم فيه مع حضراتكم في البداية خلينا كده نتكلم مع بعض ونقول يا ترى الانتخابات الرئاسية المصرية بتمر بظروف سهلة يعني البلد ظروفها سهلة العالم المنطقة الإجابة لا الحقيقة ولو احنا في الموقع بتاعنا المصري حنلاقي أنه دولتنا بقالها تقريبا قرابة شهرين ده كنا كنا بنستعد لهذه الانتخابات ولكن في نفس التوقيت كانت أيضا الحرب على غزة وكان فيه الدور الوطني الكبير اللي بتبزله مصر والقيادة السياسية بزلت مجهود كبير جدا في هذا الدور وما زلنا حتى اللحظة اللي بكلم فيها حضراتكم احنا هنا في الستوديو الحقيقة عندنا زي معسكر عمل منذ بداية الحرب واحنا الحقيقة معسكر عمل فريق كبير جدا هنا في التلفزيون والقناة الأولى بيشتغل طول الوقت على كل التفاصيل هتلاقي فوق عندنا طبعا زي ما بنقول الكواليس والمكينات وحتلاقي دايما فيه شاشة مفتوحة على قطاع غزة طول الوقت والوقت التاني احنا بنتابع طبعا الانتخابات الرئاسية تابعتوا معنا الانتخابات الرئاسية في الخارج والمصريين اللي شرفونا بنتمنى وأنا متأكدة شعبنا المصري واعي واعي وعارف ومدرك قد إيه التحدي اللي بتبزله مصر قد إيه الوضع الصعب الشديد الصعوبة اللي موجودة في مصر ولكن باقتدار كلمتها سابتة ورأيها سابت ووضعها سابت وبتحاول تأمن الحقيقة أمنها القومي قبل كل شيء وكمان تساعد أهلينا في قطاع غزة السؤال تاني بنسأله وإحنا في الفترة دي وإحنا بنستعد انتخابات رئاسية بلدنا بتأمن نفسها بتلاقي كده أراء وتلاقي كده إعلام ينقلك أخبار كذبة أو ينقلك موضوعات تعمل لك قلق وإنت قاعد تتابع قدام شاشة التلفزيون طيب إيه اللي أنا أعمله إذا أنا مثلا بتفرج على برامج إعلامية ممكن يكون فيها بعيدة طبعا عن محطاتنا المصرية الرئيسية ولكن على محطات غير مصرية حتلاقي كده يطرحوا يهتموا جدا بالشأن المصري لأنه مصر مهمة جدا مصر مهمة جدا جيوسيا سياسيا مصر مهمة أوي فحتلاقي يقولك أرقام يقولك موضوعات يحكي لك حكايات لا هو وقتها ولا هو موضوعها ولا هو حلها هي فكرة إنه يعمل ترند أو إنه يعمل يجب لك موضوع أنت ما بتسمعوش في الإعلام بتاعك المصري مش عشان إحنا مش عايزين نقوله أو إحنا مش بنقدر نقوله إحنا نقدر نقولك كل حاجة ولكن الإعلام الرياضة المصرية شركة المتحدة كل شاشتنا المصرية اللي فيها مصريين تحت ولاية مصرية كلها بتعمل بمهنية شديدة وقبل المهنية الصدق وقبل الصدق كمان الوطنية ده مهمة أوي الوقت صعب الوقت محتاج الدقة محتاج لو أنا بقول حاجة عندي حاجتين عندي مصدر معلوم عندي يعني عايزة أقول معلومات مؤكدة عندي نسب مؤكدة عندي وثائق مؤكدة أو عندي شهادات حية مؤكدة لو كل ده مش موجود أستأذنك ما تسمعش وما تعرفش وما تحاولش تسمع للناس اللي بتضلل المعلومات في وقت صعب جدا الوقت ده وقت مشاركة مية في المية مشاركة والمصريين عندهم وعي المصريين اللي كانوا في الخارج وعيهم الشديد كان عامل ازاي لماذا خرج المصريون بهذا الوعي في كل الأماكن والمقارات والسفارات والقنصليات خارج مصر خرجوا لأن هم مدركين للشأن المصري مدركين للوضع عارفين أن بلدهم محتاجة تسمع صوتهم محتاجة تشوفهم على الشاشات المصرية محتاجة تشوفهم وهم موجودين وده اللي حصل بالفعل أما الشأن الداخلي أنا متأكدة كل التأكد أن الوعي اللي موجود في شريعنا المصري بإذن الله حيشارك والمرأة المصرية حتكون قبل كل الناس ده عهدي أنا بالمرأة المصرية هي مدركة هي عارفة هي أم البيت هي أم الأسرة هي أم المجتمع وأكيد طبعا معها كل الشباب وطبعا كل فئات المجتمع أنا متأكدة حيكون عندنا بإذن الله زخم وطني إحساس حلو موجودين علشان نقول صوتنا مصر دي مهمة مصر دي بلدنا ده الوطن ده البيت ده العرض دي الأرض فإحنا عايزين نقول للعالم نعم إحنا مصريين بنخاف على بلدنا أول حاجة لا نسمح إن أي حد يقرب من قمل بلدنا بنوري العالم زي ما إحنا سبتين وبيننا للعالم كله كلمة مصر في الحرب على غزة وكلمة مصر في لا لتهجير الفلسطينيين وكلمة مصر في الحفاظ على سينة كلمة مصر أيضا في الداخل إحنا أمام انتخابات ديمقراطية هو واجب واجب وطني وواجب قومي لازم كلنا نبقى موجودين والشباب قبل الكبار وأنا واثقة في الشباب أنا ما بحبش اللي يقول لا لا الشباب مش هيهموا بالعكس أمال مين اللي تطوعوا وكانوا موجودين على معبر رفح الشباب مين اللي شحنوا كل الشاحنات الضخمة الكبيرة اللي موجودة حتى هذه اللحظة وبتدخل لقطاع غزة هم الشباب مين اللي بيبقوا موجودين في مؤتمرات الشباب هم الشباب فالشباب لن يبخلوا أبدا ومحدش أبدا يتحدث بإسم الشباب ويقول إن الشباب مش هيهموا أو إن الشباب مش هيجوا أبدا الشباب قبل الكبار حيكونوا منورين بإذن الله اشتركوا في القناة